بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات في نابل ودر شعبان وبنيخيار قربة ومنزلت ميم وقليبيا حمام الغزاز هورية والميدا بسم نيدا تونس اللي شرفني بترشيحي الانتخابات التشريعية الجاية أنا سلمة لومي رقيق رئيسة قايمة نابل الواحد نحييكم ونبلغكم تحيات رئيس الحركة اللي سبق له أنزار جهتنا لعام الفارت وعمل فيه اجتماع شعبي كبير في منزلت ميم أنا طالبة في قدكم وتصويتكم لقايمتنا قايمة نيدا تونس قايمة النخلة لأنها القايمة اللي تدافع لبلادنا وتحب تنقذها من الإرهاب والقتل والفوضى والتطرف اللي هدد فيها جهتنا عكس ما يعتقدوا البعض فيها برشة بطالة وفقر ومشاكل اجتماعية فيها نقص كبير في التجهيزات والخدمات الفلاحة نقصة مياه ونقصة تسويق ونقصة تجهيزات الخدمات ضعيفة وخاصة من الجانب الصحة والتعليم السياحة مش مستقرة وتعاني من الوضع العام بالبلاد ما عندناش مشاريع صناعية كبيرة وحتى المشاريع الصغيرة طعبة وبعضها مهدة أنا طالبة في قدكم لأن قايمتنا وكل قايمة نيدا تونس عندها برنامج مسطر لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والإفلاس وضعنا سعيب يلزم خدمة كبيرة وتخطيط وتمليلات باش ننهض بالاقتصاد يلزمنا مناخ هدوء وثيقة في بلادنا لجلب المستثمرين لأن الاستثمار هو شرط التشغيل وخلق الثورة والرخاء قايمة حركة نيدا تونس نابل واحد هي قايمة الأمل وتحسين ظروف عيش المواطنين الفلاح البحار سناعية وأمل العاتلين والمعاتلين في الحصول على الشغل أمل الشباب في مستقبل أحسن وأفضل نحب نطمن المرأة في نابل واحد اللي حزبنا من أولوياته الحفاظ على مكاسب المرأة وتطويرها أخواني أخوتي ندعوكم لتصويت لقايمتنا بكثافة قايمة الأمل والاستقرار والنجاح